ولهذا بعد 2010 يعني المشاكل تكثرت تراكمت عدم استقرار الإداري وكل مسير اللي يحكم ثاريق بعد ما يروح يخلي فيه الدين ويبقى الدين يتراكم واللي يروح ما يخممش في اللي راح يجي تذا دي لانسر تماما يجب ما نقول لك اللي يروح ماذا بيك تكون كما نقوله احنا بالدرجة تير بريل يخليها بمغارقة بالديون واللي يجي ما يقدرش يولي يزيد الديون وهي رايحة هذا الشي اللي هو سنالي ما لعسف هو في بعض الحالي منقولها والتأسير العشوائي